قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال نعم يا رسول الله قال فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله قال إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب وفي رواية ليس الغنى عن كثرة العرض يعني متاع الدنيا ولكن الغنى غنى النفس هذا الغنى المحمود ما في هلع ما في جشع أما عنده واحد عنده كثير من ما يريد سيبغل زيادة يريد الزيادة ما في غنى وين الغنى ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس من قنع استغنى والقناعة غنى وعز بالله وجاء في الحديث ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديا يسمعان من على الأرض غير الثقلين يعني غير الجن والإنس أيها الناس هنموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألها قليل كافي خير من كثير ملهي مطغي أقول لي ما عنده قناعة لا يغنيه المال قال الشافعي رحمه الله مما يروى عنه رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها ممتسك فلا ذا يران على بابه ولا ذا يران به منهمك فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك 比較 أمر أمرح وأمرح يا المترجم للقناة